مشروعنا اليوم راح يساعدنا في ترتيب الأغراض مثلا إذا عندت مجموعة إبر أو وايرات وحابة أن أهم كلهم يكونون مرتبين بدلا يكون تشدين مكتود بالدرج وما تدري إن كان واحد يروح تحت أو فوق فحاليا اللي راح نسوي اللي راح نحتاجه وهو خيط أي خيط بكرة واحدة أو أقل لدي هذا الزر أنت تقدرون تستخدمون أي زر موجود عندكم عادي ما بالضرورة يكون نفسي اللي وريته راح أستخدم إبرة مغاس 73 فاللي راح أسويه راح طبعا أول شي أبدأ السلاسل عادي نفسك المشروع وبعدين راح أحدد شكتر أنا حابة تكون عرض القطعة فمثلا أنا بالنسبة لي أحس إن هذا العرض ممتاز فبعدين راح أبدأ أسوي سنجل كروشي فراح أكمل أسوي سنجل كروشي طبعا أنتم مو بضرورة التزمان بس حسب أنتو شكتر حابين تسويون العرض والحين إحنا قاعد نشتغل على الطول راح أسوي سنجل كروشي بمدة عشر أسطر فكل الغرز بس راح أسويهم سنجل عادي فراح أشوفكم بعد ما أخلص العشر أسطر فالحين هذا واحد والحين أنا بادية بالثاني راح أشوفكم بعد عشر أسطر فالحين أنا بساطة قصة رغم عشرة ببدأ أسوي فتحها عشان أقدر أحط الزر فالحين راح أسوي واحد اثنينة فأنا قررت أن هني هذين المكانين هما مكان الزر فراح أسوي سلسلتين راح أطوف غرزتين وبعدين راح أسوي سنجل مرة ثانية هذا راح يكون مكان الزر فحاليا للحين راح أسوي سلسلة ارتفاع وراح أشتغل عادي سنجل على كل غرزة طبعا هني هذين الحشوتين وهني بها الفتحة لأنه سويت سلسلتين راح أسوي أثنين سنجل وبعدين هني واحد وهذا هني الثاني طبعا كا صار في فتحة وطبعا يفضل أني أتأكد أنه يدخل داخلها طبعا أنا بالنسبة لي يدخل وأنا أبيكن حدا حدا عساس لمن أدخله يكون ماسك كيف سعKS تخلط ونحن لأخط ثلاث لك ثالث سوف أكبر أعدي ثلاث لكم فالحين وصلت حق اخر شيء فالحين ببدأ بشتغل دون مدار القطعة كاملة بس على اساس ان يطلع مرتب انا رح ابدأ من هل جهة المخالف كملت هذه وبعدها رح ابدأ امشي دون مدار القطعة فالحين تقريبا وصلت اخر شيء والحين رح الف بمعنى رح ابدأ اشتغل من هل جهة كل غرزة حطيت فيها بس غرزة واحدة ما اشتغلت ثلاث غرز بالزوايا لان هي اساسا القطعة صغيرة ما احسيت انها يحتاج ترجمة نانسي قنقر جواة مصير فالحين وسادحك اخر شيء سويت طبعا Oh i 1 جلسها والحين اسا امز دون مصير ا照تها وانطف الاطراف Pereira فهذه هي القطع الفين هاوليكم اشلون سأستخدمه لأساس ارتب الشغل فهذا الواير انا بس ارتبه هاخذ هذه القطع هني وراح اسكس بس هذا هي الطريقة طبعا الحين صار وايد ارتب تقدرون انتو تستخدمونا مو بضرورة بس حق الوايرات تقدرون تستخدمونا حق الابر وهذه هي الطريقة شوان لفيت الابر فيه تقدرون يعني اي شي تحسون يحتاج ترتيب تسوون من هذي القطع وايد حلوين ومرتبين اي قطعة تحتاج اي شي تحسون يحتاجون ترتيب تقدرون تسوون هالقطع يطلعون وايد ومرتبين وطبعا تقدرون تتيدون عدد الاسطر حسب الشكثر اغراض تمو تحطون داخله ان شاء الله استمتعتو بفيديو اليوم لا تنسون الايك والسبسكرايب شكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة